حريق هائل في مصنع ملابس بمنطقة الإيمان بالسويس شبه حريق هائل بمصنع ملابس بمنطقة الإيمان بحي الأربعين في محافظة السويس اليوم وقامت 15 سيارة إسعاف بالانتقال لموقع الحريق وتم نقل 7 من مصابين بحروق واختناقات للمستشفى العام واللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس قاد حملة مكافحة الحريق وجميع أجزة الأمن وقسم شرطة الأربعين وجه اللواء عبد المجيد سقر محافظة السويس قيادات الجهاز التنفيذي برئاسة خالد سعداوي السكرتير العام واللواء هشام الشيمي رئيس حي الأربعين بمتابعة الوضع الحريق الهائل شبه هذا المصنع